السلام عليكم اخواتي مرحبا بكم في القناة اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله ندير معكم هذه البريوش خفيف كما تشوفو غير بليه وقت بدون حليب يجي زوين بثاف كيف تشوفو خفيف بثاف مع مره بالمربع بدون يعني شكلات المربع يجي لديت بثاف نتمنى انا واجبكم تابعوا الطريقة بتفصيل يعني بدون مجهور بدون دلك الى اشبهاتكم لا تنسوا لايب اشتركوا في القناة امدوا على بركة الله مكونات او المقادر هذه البريوش تتكون من الزبادي او الاخت العادي ما فيه شي نكهة طبيعي عدي هنا واحد العلبة ونصف كما تشوفو العلبة العادية ونصف معلقة كبيرة الخميرة خميرة الخبز بيضة واحدة غير ابيض البيض ونصف 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 كذلك الزيت تقريبا قل من نصف الزيت كمش نصف قريبا واحدة الربع اعدي الملحة ونصف 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 اصفل ونصف 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 قصف سكار ونصف بالبني ونصف المنصف خميرة تقريبا كميرج نسكس 4 كاس لزيت خلطه جيد كما ترون من خلطنا جيد خلطنا جيد خلطنا جيد خلطنا جيد خلطنا جيد خلطنا جيد نجد من خلطنا جيد خلطنا جيد بطريق نضيف خلطنا جيد نضيف . أخواتك ترى تلصق لديك الطاقة ب algunos أنتم قمت بشكل لديك العجينة لا تكون مجموعة كثير من قاسحة ونجعلها حتى ترتاح لا تشكل قمت لكتها غير جمعتها يعني كنت لكتها غير بحالك تجمع ونجعلها حتى ترتاح بعد ذلك نجعلها ترتاح نضيفها لكي تغيير نضيفها 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 كما ترون من خمرات نضيفها 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 لانها تلسق نضيفها لكي تخرجوا الهواء نضيفها 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 نصف نضيفها 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 كتعة صغيرة بعد أن نأخذها كلها وحدها نضيفها من الشكل كورا نضيفها بحلاكة نضيفها 10 دقائق نتركوا 10 دقائق ونرجعوا بحسما خمد من خلال المراحل ثم نضيفها 10 دقائق نضيفها أرضبين نضيفها لننعمروا باب مربق او كريمة او اي حاجة مهم كي نصرحون في هذا الطاوة فرش هذه الورقة او دهنوها بالزيت ونزوق هذه الالة هذه الجرارة كننوركم الطريقة نصرحوه تكون رقيقة لا تكون عجين اغلال او شرقيقها بثاف بالشكل بعد ما نبس الرسحة ناخدو هذه الشرارة المزوقة الشكل دي لها كتشوفو كننشكال مهندة بغدين نورق من المطاق لننقف الوصد لا يمكنك الخرش البر لنقف الوصد لنقف الوصد لنقف الوصد للا نقف الوصد لنقف الوصد لتلقبها لان او من الخرش نحبس ونقف الوصد المرطة وضع لنا زرحة بحلقة لا تكتر شبزك باش مزخور شغية وتلوي بحلقة جنب واركو عدم هار طاف وندور طافة وندوروا بحلقة افتوروا بحلقة كوالا لا تشكل حتى فتاو ما كتشوفو ونكملوهم كامجين سبقو اللوغلا نسبة لاتو تقضو تعمرو هذا مالحة نرقها لتخمر لا تكون الليضة لانها ستخمر ثم نرقوها لتخمر نعود وقتعه ومشته ومسط ونورق قاعدة جاية حتى يتقطع صاف نصرح مربع ونورق ونورق على جناب لكي لا تخرج الحشوة ونرى ونورق بيجو يلاتيا لديات قاعدة قل نورق ونورق عملق اشتركوا في القناة 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 سحب الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة